السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم وبركاته على سيدنا محمد وعليه له واصحابه للميمين. ازيكم يا سنة ربعة بتلاقي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله نرجع مع بعض اللي هو شهر نوفمبر اللي هتمتحنوا عليه ان شاء الله هتمتحنوا على تلات وحدات تلاتة واربعة وخمسة. بإذنة الرحمن. فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الحل على طول. طبعا احنا هنشتغل من مذكرة المتميز. تمام بنك الاسئلة لسنة ربعة. خلاص. تعالوا كده نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. نقرب الكاميرا بتاعتنا. اول حاجة هنحلها مع بعض سؤال القطعة. والنهاردة القطعة والبنك تويشن. تمام? عشان الفيديو ما بقاش تقول جدا. وبعد كده ان شاء الله هنزلكم آآ باقي الاسئلة. فنبدأ كده ونقول بسم الله. عندي اول حاجة آآ هنا هتبقى القطعة. القطعة طبعا سهلة جدا. آآ بيبقى عليها تلات اسئلة. يا اما آآ صح وغلط يا اما اختيارات. وسؤالين تانين بنطلحوا من الكطعة. بتبقى سئلة مقالية. فتعالوا نشوف اول كتعة معنا كده بيقول ايه. I am حسين. my uncle is a fisherman. he he has a boat. every morning he goes to the night to catch fish. in the afternoon my uncle goes home with a lot of fish. he sells some fish at the market. he cooks some fish and eats his fish. his lunch. my is his job because it's fun. I want to be a fisherman when I grow up. بيقول انا حسين. وآآ عمي صياد وبيقول عنده مركب وكل يوم الصبح هو بيروح النيل عشان يصطاد السمك. بعد الظهر بيروح بقى بيته معاه سمك كتير. وبيقول بيبيع السمك ده في الماركت في السوق. وبيقول بيطبخ بعضا من السمك وبياكله على الغداء. وبيقول آآ آآ عمي بيحب وظيفته لان هي ممتعة. وبيقول انا عايزة بقى سياد زيه لما اكبر. طيب هنا بيقول لك true false. هتحط صحة او غلط. طيب true d يعني صح. و false يعني غلط. طيب انا هعمل صح وغلط يا مس. لا. انت الجملة لو صح هتحط الصحة هنا. لو غلط هتحط الصحة هنا. تمام? يبقى الاتنين ان انت هتحط صحة هنا او هنا. بس لو حطيت الصحة هنا يبقى الجملة صحيحة. لو حطيت الصحة هنا تبقى الجملة غلط. تمام? طيب بيقول لك حسين wants to be a mechanic. عايزة بقى ميكانيكي. طبعا الجملة خاطئة. حسين the uncle doesn't like his job. بيقول عم حسين مش بيحب الوظيفة بتاعته. طبعا الجملة برضو هنا غلط. حسين the uncle catches fish from the rail. بيصطاد السمك من النيل. صح كده. تمام? طيب القطع اللي بعد كده بيقول هاي. ايام احمد. I like plants very much. at school our teacher told us about how to grow grapes. first you plant the grape seeds in the soil and water them. after that the seeds grow roots under the soil. then the shoot grows above the soil. finally the plant grows the flowers and the flowers become grapes. my grapes are very delicious. بيقول هاي انا احمد وانا بحب النباتات جدا. بيقول في المدرسة المدرسة بتاعنا علمنا ازاي نزرع العنم. في الاول احنا بناخد بزور العنب ونحطها في التربة ونسقيها. بعد كده البزور بتنمو بتنمو بقى جزور تحت التربة. وبعدين بقى ان النبتات بتطلع فوق التربة. تمام. وبعد كده العنب بيطلع ورد. والورد ده بيصبح ايه? عنب. وبيقول ان العنب بتاع لازيز جدا. طيب زي الشوت. احنا صرحناه كتير جدا. وقلنا ان الشوت بتكون فوق التربة والرود بتكون تحت التربة. يبقى هنا الشوت فوق التربة. يبقى العبارة دي صحيحة. طيب العنب بينمو وبيصبح ورود. صح كده. طيب بيقول لك ان النباتات بتحتاج المية عشان تعمل الجزور. يبقى برضو هنا صح. تمام كده? طيب. آآ عندي بعد كده بيقول لك احمد لايك. احمد بيحب ايه? هنا بيقول لك يبقى هنقول هي خلي بالك مع هي دايما بنحط الفعل اس لو هنا تهاي البضاز. يبقى هي آآ لايكس بلانتس. فري ماتش. تمام? طيب الروتس بتنمو فين? اهو. بيقول لك زيت سيد جرو روتس اندر زا صويل. يبقى هنقول زي يعني هم راجع على الجزور زي تحت ايه? التربة. تمام كده? طيب القطع اللي بعد كده. ماي كزين مالك ومالك عيش في مدينة صغيرة وبيقول انه امكان جميل ان انت تعيش فيه. وفي مدقر وفي مكتب بارد وفي مستشفى وملك بتروح المدرسة بتاعتها جنب البيت بعد المدرسة بتروح الناد رياضي عشان تلعب بسكتبول وبتروح كمان الحديقة الكبيرة آآ خلف منزلها كل جمعة مع عائلتها وبيقول ان الحياة في مدينة ملك جميلة تمام طيب ملك زينا بيك سيدي عايشة في مدينة كبيرة لأ هو هنا قال لي يبقى الجملة دي غلط يبقى حط الصح هنا المدينة فيها مدينة كتير صح كده تمام طيب نشوف الاسئلة اللي بعد كده في سؤالهم فوق اهو بيقول آآ في مدرسة ملك هنقوله اتس آآ كانت جنب نير هير هاوس تمام اتس نير هير هاوس جنب بيتها تمام طيب بعد كده بيقول ايه آآ a plant is made of millions of cells the plant cells are very very small you can only see them with a microscope chloroblasts can make the plant green the green plant cells make food from the plant بيقول النبات يعني آآ مصنوع من ملايين الخلايا وخلايا النبات دي صغيرة جدا جدا ومش هتعرف تشوفها غير بالمايكروسكوب وبيقول بلاستادات الخضرة هي اللي بتخلي النبات اخضر وبيقول النبات آآ خلايا النبات الاخضر هي اللي بتعمل الطعام وبيحتاجوا بقى ضوء الشمس وسنكسيد الكربون والمية نشوف بقى اللي تشوز الاختيار ممكن يجيلك اختيار ممكن يجيلك صحة وغلط تمام طيب number one a plant is made of tens وال hundreds وال millions of cells طيب ما هو كاتبها هنا millions of cells يبقى انا هاختار كلمة millions ميكروسكوبس كلوروبلاستس بالين ميك ذا بلانت جرين ايه اللي بيخلي نبات اقدر طلع لي الجملة دي كلها كده اهي آآ ميك ذا بلانت جرين يبقى ايه اللي قبلها يبقى الكلوروبلاستس تمام القطعة سهلة جدا ان انت تلمي فيها درجات لان اغلبها كلها بتبقى موجودة في القطعة تمام طيب هنا how can we see cells ازاي هاشوف الخلايا دي هنا بيقولك you can only see them with a microscope يبقى هنقول بدل ايه بدل ايه هنخليها ايه i can see them only with a microscope تمام لحد هنا ودي هنكتب عندها number three تمام طيب بعد كده بقى بيقول what do the plant cells used to make food بيستخدموا عشان يصنعوا الطعام يبقى هنقوله زي use cell light carbon dioxide والwater يبقى دي نبر four تمام كده اهي انت كتبها بقى في الايجابة تعالوا بقى اللي اللي بعديها بيقول هنا ايه رامي is a kind supermarket worker he works in a messa صحيح انا طلبت كنت احل دول تاني he works in a supermarket near our home he checks that everything is in its place every monday we go with our dad to the supermarket to buy some candy and some cakes last friday we couldn't find the candy رامي helped us find the place of the candy and sweets we were very happy we said thank you mr رامي you are very helpful بيقول رامي ام عامل في supermarket عطوف وبيشتغل في supermarket جنب البيت بتاعنا وبيقول هو دايما بيشايك ان كل حاجة في مكانها كل يوم اتنين بنروح عنده انا وبابا وبنشتري من السوبر ماركت حلوة وبنشتري كيك تمام وبيقول الاتنين الماضي ما كناش لقيه مكان الكاندي الحلوة ورامي ساعدة ان احنا نلاقي مكان الحلوة الكاندي والسويتس يعني بيقول كنا فرحانين جدا وقلنا الرامي سانكيو شكرا وبيقولوا ان انت شخص مساعد جدا طيب رامي شخص مساعد صح كده طيب الاطفال وجدوا الحلوة كانوا قادرين انهم يلاقوها لا يعني يعني كادوا يستطيعهم هما ما لقوهاش ده من اللي ساعدهم رامي الاطفال بيروح لسوبر ماركت كل اسبوع صح كده اه تمام هو هنا كاتب لص منضيه تمام كل اسبوع اه مش عارف اولاد دي هي هنا منضيه كل اتنين وهنا كل اسبوع ما هو كل اتنين يبقى كل اسبوع مش عارفة بقى ممكن تطلع ايه غلط تمام لان هو كاتب هنا افري 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 ويك فاللي هيعملها صحة هتتحسب صحة ولا هيعملها غيرها هتتحسب صحة برضو لان اللي اجابة تعالي اتنين مقبولة طيب هنا هنقول بقى ايه الطماطم جواها بزور احنا بناخد البزور عشان ننزرع نباتات تانية جديدة بنحط البزور في التربة بنحطها في ضوء الشمس وبنسقيهم الجزور بتكون تحت التربة زي شوت اه النبتات بتطلع بقى فوق التربة والنبات بقى بيطلع اوراق شجر وزهور ودي بتطبع ايه الفروت الفاكهة تمام اللي هو النبات السمار بتاعته نمبر وان بيقولك طبعا الجزء ده معتمد على ان انت ذاكرت الدرس بتاع التماطم بيقولك التماطم بتكون خاضر قبل ما تبقى حمرة فالاجابة هنا صحة ومش موجودة هنا بس هي صحة زاروتس جرو ابوف زي صويل بص كده زاروتس جرو اندر زي صويل وهنا ابوف يبقى الجملة هنا غلط صح كده يبقى الجابة هنا صح النباتات اللي موجودة في الصحراء او البيئة الصحرائية بتحتاج مية كتيرة لا غلط هنا بتحتاج مية قليلة النباتات مش محتاجة ضوء الشمس غلط طبعا النباتات محتاجة ضوء الشمس طيب رقم سبعة هنا بيقول اي اي ام وليد انا وليد اي 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 لاب انا او او انا فورم ويقول انا وليد او عايش في مزرعة مع امي وبابا وبنزرع بقى ملايين البزور عشان نخلي المزرع بتاعتنا يجرين يعني مليانة زر وبيقول وحنا بنستخدم مية النيل عشان نسقي البزور دي وبيقول احنا بنزرع فتها كتير زي البرتغون واللمون وحنا سعاداء جدا نمبر وان بيقول وليد ليف زينا السيدي وليد عايش في مدينة لا غلط ده وليد عايش فين في الفارم في المزرعة بيستخدموا النيل عشان يزرع صح كده بيزرعوا بورتغون ولمون صح طيب وليد زي فاملي الساد هم عيلة وليد حزينة لا طبعا غلط ده هو هنا قال لي ايه المزرع جرين يعني فيها زرع كتير صح طيب رقم تمانية بيقول بيقول احنا بنروح اسكندرية زيارة مع عائلتي لما نكون في الصيف وين اي جو تو اليكزندرية بروح اسكندرية بيقوم في البحر وبيقول انا بلعب على الشط مع اخواتي الاولاد والبنات وبروح مكتبة الاسكندرية عشان اقرأ الايه الكتب بزور اسكندرية في الشتا طبعا غلط ده هو هنا ايه اللي السمر الصيف برعب على الشط صح بروح اسكندرية مع صديقي غلط ده هو قال مع الفاملي صح كده هيقرأ الكتب في مكتبة الاسكندرية اسكندرية مدينة صغيرة ده هنا كتبك وهنا سمر تبقى غلط ده مدينة كبيرة رقم تسعة بيقول بيقول ان حبوب القاحة اللي في الظهرة بتعمل بزور جديدة والنباتات دي ممكن تسافر من مكان لمكان بعد البزور دي بتسافر بقى عبر المية تمام وفي تاني بيبقى عن طري الهواء وبيقول ان الخلية النباتات الصغيرة بتاخد ايه سنكسير كربون من الهواء وبيقول انا بحب زهرة الديزي تمام لان هي جميلة طيب صح الجملة كلها موجودة هنا طيب طبعا في حاجات بقى بيبقى محتمدة على الفهم بس عن متى القطعة والاسئلة بتاعتها هتكون كلها موجودة في القطعة ما فيش حاجة هتبقى معتمدة على ان انت ذكرت الدرس ده ولا لا النباتات بقى اللي بتسافر عن طريق الهواء بتبقى تقيلة غلط احنا قلنا بتكون خفيفة جدا طيب خلال النباتات صغيرة جدا جدا صح بيقولي ان النباتات الخضرة بتاخد الايه الاكسجين من الهواء لأ لبتاخد كاربون دايكسايد صح كده الديزي دي هي وردة جميلة تعالوا بقى نرى القطعة دي والاسئلة بتاعتها وراء ادام زي جدا عايشين فين في المدينة بات زي دي دينت لكت لكن هم محبوهيش ما كانوا عايزين يبقى عندهم ايه مزرعة قررانهم يشتروا حطة ارض وزرعوا مليين البزور واستخدموا مياه المطر عشان يسقوا البزور دي وزرعوا اشجار وورود وكمان زرعوا فكهة كتير واشتروا كمان حيوانات للارض طيب تعالوا نشوف كده هنا بيقول ايه قررانهم يشتروا ايه هتلاقي عندك بعد كلمة سم هتلاقي لاند اشتروا حطة ارض اجداد ادم كان عايشين في ايه يبقى فلسلي في المدينة زرعوا ايه بقى ماني فكهة كتير هنقول they used the rain water هم استخدموا مياه المطر عايز تكمل اكتب دي بعدها مش عايز تكمل خلص يجبه كده صح رقم خمسة ازاي بقى غيروا الارض هنقول ان هم زرعوا فكهة كتير وزرعوا اشجار كتير اهو هنقول بقى ايه هم زرعوا ملايين الايه البزور اهي بيكتبها في رقم كام تمام هتقول عايز بقى تكمل وزرعوا مش عارفة ايه واستخدموا ايه وشجر وورود وكده اكتبها مفيش مشكلة تمام تعالوا بقى نروح للجزء بتاع عشان هو مهم وسهل يعني اسهل سؤال ممكن نحله هو اول حاجة هنا بيقول لي ضع علامات الترقيم كان لبالك ان عندي اول حرف لازم يتعامل لازم ولو لقيت اسم ولد او اسم بنت او جنسية او بلد كله هيتعمل او او كابتل تمام بعد كده بقى هناخد ايه اه بنمسك بقى الجزء اللي هو بتاعه من النقطة واللي علامة الاستفهام واللي علامة التعجب طبعا النقطة لو بادئ بها اه ضمير خلينا في العلامة الاستفهام عشان هتبقى اسهل علامة الاستفهام لما تلاقي اي كلمة بدأ بو اتش تمام زي وير وين وهاو وهاو كمان ايه هاو دي برضو لو لقيتها يبقى اي حاجة فيها وهاو ولو بدأ برضو بكان لو بدأ باز او ار لو بدأ بهاز او هاف تمام كل ده باخد له علامة استفهام تمام في منذ كده هيبقى اي حاجة فيها وهاو كان يعني دول اكتر تلات حاجات بيجونا تعالوا نشوف بقى مع بعض هنا بيقول ايه طبعا هنبدأ باول حرف لازم يكون طب لهو عمله كابتل يمس عادي اكتبها انت برضو بالكابتل مفيش مشكلة بس مش تخليها كابتل انت بقى تخليها سمول ودمعك تشتغل لا اركن دمعك شوية في الحتة دي الكابتل سيبه كابتل اما لو هي سمول زي كده هنخليها احنا ايه كابتل تمام طيب طبعا اسم بنت هنا اميرة وفي الاخر هنا بيقول اختي دي اجابة عادية جدا يبقى في الاخر هنحط بلستوب طبعا هنقول اي عندي اسامي تاني اه دانا عندي لارا هنا يبقى برضو كابتل وفي الاخر هنحط نقطة ايه انت عايز تكون ايه طبعا هنا وات يبقى الو كابتل وفي الاخر هنحط علامة استفهام معنديش لا اسم ولد ولا اسم بنت يبقى في الاخر علامة استفهام هاو طول ار يو الله ده انا عندي هاو كم طولك يبقى هنحط في الاخر علامة استفهام تمام اول جبس ارام تورتانت هتبقى اول ودي هنحط في الاخر نقطة بيقول لي كل وظائف مهمة مش سؤال دي جملة از لاي واللارا برضو هتكتبها ال ال كابتل والبقى ينزل سمول مش كله كابتل لا طبعا بدء بيز يبقى هنحط في الاخر علامة استفهام اوليفون فورم انا عايش في مزرعة هتبقى ال اي وفي الاخر هنحط نقطة هنا دي جملة يبقى هنقول وات ومعنديش حاجة تاني غير الكوستشن مورك هاو ميني هاو يبقى ال اتش كابتل في الاخر علامة استفهام تعالوا نقرى كده ميني بيبول هتبقى ان يور هوم مفيش اي حاجة تاني غير علامة الاستفهام طيب هنا why is a broken virus dangerous? ليه? ال broken virus الكلاريان ده خطير يبقى هنا علامة استفهام what job do you want to do? ادي what? وعلامة استفهام she is patient and helpful اه ده انا هبدأ بالشي الله يا مثل بس في مسافة هنما بين الشي والإز يبقى نكتب she واحط لها تمام? وفي الاخر هنحط نقطة خلي بالك من الجزئية دي اللي هو بيبقى ساي بمسافة ما بين الكلمة تمام? يبقى دي فيها اي ام وزي she is وهي is واتس تمام? و don't و doesn't دول بيبقى فيهم اهم اكتبهم لك هنا عندك هنا مسلا she is وهي is و it is تمام? وكمان i am و don't و ممكن can't و doesn't كل فيهم ابستروفي يعمل ايه بقى? يكتب لك دول تمام? يبقى كل ده هتحط ابستروفي ما تنساش يبقى اه she is هيكتبها من غير دي بس هيسيب لك مسافة زي ما احنا سايبين كده تمام? يبقى تعرف ارتول ان هي فيها ايه? ابستروفي. خلاص? طيب الاخيرة بقى هنا بيقول لك طبعا ما عندش اي حاجة غير ال W في الاخر علامة ال S تفهم. تمام? طيب هنا الجزئية دي يصلنا ربعة. اه هو من فوق بيقول لي محمود. ادي ماي. اه داني عندي هنا اه يبقى فيه ابستروفي قبل ال S. ومحمود اسم ولد يبقى كابتل وفي الاخر نقطة. طيب this is my brother amira. لا this is my sister amira. تمام? هتكتب بس ال A كابتل وهنا T كابتل وفي الاخر هتحط له نقطة لسه حلينها الجملة دي. طيب السؤال ده بقى بيقول لك طلع على الاودورد. الاودورد يا ولاد الكلمة المختلفة. تعالوا نشوف كده مع بعض انا هقرأ وترجم لك وانت هتعرف الكلمة المختلفة على طول. بيقول لك فلاور leave, shoot, grow. وردة وورقة شجر ونبتة وينمو. الله ده كلهم نعونز اسماء يبقى لده الفعل هو اللي غلط. Daisy, rose, sunflower, river. الله ده انا عندي هنا كلهم انواع ورود وده نهر river محلولة يبقى طلعها. تموريسك, sunflower, soil, akashia. الله ده كلهم اسامي نباتات وازهار ومعادة التربة يبقى طلعها. behind, above, under, car. كلهم حروف جوار خاصة بالمكان معادة car العربية. builder, mail carrier, electrician fix. كلهم jobs وظائف معادة fix اطلعها. school, food, hospital, supermarket. كلهم اماكن معادة food, town. the side, safe, shoot, boots. اه ده انا عندي كلهم verbs افعال وboots. تمام? هو اللي اسم. museum, map, supermarket, post office. اه ده انا عندي كلهم برضو places اماكن ومعادة كلمة خريطة map. اطلعها. mechanic, fix, carry, build. يا ابني يا حمل يصلح. هو ميكانيكي. يبقى نطلع كلمة mechanic. اه, map, shopping mall, office, post office. كلهم يا ولاد اماكن معادة الماء بالخريطة. طيب باسكار, electrician, bicycle. اه كلهم وسائل مواصلات يبقى نطلع الكهربائي. biggest, beautiful, heaviest, nicest. اه ده انا عندي هنا بقى على الجرامر اللي اخدناه اللي هو صفات التفضيل كلهم مخلوم AST. يبقى طلع beautiful. tallest, biggest, faster, oldest. سهلة. هتبقى faster. مكرنة. والباقي كله تفضيل. grow, water, help, tomatoes. كلهم ايه افعال? معادة هنا طماطم نطلعها. kind, happy, week, fresh. اه ده انا عندي هنا عطوف وسعيد واسبوع. اه fresh يعني انتازة. يبقى نطلع كلمة week اسبوع. خلاص. يبقى كده النهاردة حلينا ثلاث انواع من الاسئلة. القطعة والكلمة المختلفة. تمام? ان شاء الله بقى بكرة برضو ناخد سؤالين كده. وان نكون خلصنا الجزء بتاعنا بازن الرحمة. اه بالنجاح والتوفيق يا رب. ولو عايزين اي حاجة اكتبني في الكومنتات. واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.